أرض الواقع، الناس موجودين على أرض الواقع وسوّرنا الناس وزي ما هم بيبتدوا بيقولوا النهاردة كذا today is a certain date and their experience that they are having great fun in Egypt during the period from October 10 up to October 20 من من October 10 لحد أكتوبر 20 وذي أخذنا الفيديوهات دي الحية وزعناها على لو تتذكروا فاكرين اللي أحدادكم معانا بأن مجتم تابعين التحول في الاستراتيجية بتاعة الوزارة من أن احنا بنحاول نروح مباشرة للسائح لو تتذكروا لأن احنا بنغير الشيخ لأن احنا نعتمد على شركاء المهنة في نقاط التوزيع المختلف على ثلاثل الانجاج اللي المنتج المصري بيتباع عن باية لو تتذكروا هذا الموضوع وده الخيئة كان ليه أثر كبير جدا في أن الأزمة تم التعامل معها بشكل اخترافي لأن شركاء المهنة اللي معانا سواء في ألمانيا أو في إيطاليا أو في سنفترة أو 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 قدروا أن هما يشتغلوا معانا على أن يحموا المنتج كويس اللي هما بيبيعوه بسبب منه كويس ونتج عن كده هي أن سواء نتيجة موجوده أو نتيجة التحرر بتحية ترشيد السياحة شركاء المهنة اللي موجودين على النقاط المهمة في سلاسل الانجاج السياحة منتج زيه زي أي منتج تاني لمصنع ولمصنع وليه تاجر جملة وليه تاجر تجزئة فالحقيقة احنا عارفين هم دول كلهم وعارفين من النقاط المهمة دي وعارفين من الشركات المهمة على هذه النقاط وقدرنا نوصل لهم جواب في أخوات زيت يا تعرف طبعا كله تعرف ما تابعين مش كده نعم نعم طبعا طبعا فاعملنا ايه؟ زي ما بقولون الترتمية شركة دول وصلناهم جوابات الجوابات باختصار بتقول ان يا شركات مهمة احنا شركاء وعارفين قويس ان الريسك زاد عليكم في الفترة اللي فاتت ادي الاجراءات اللي عملناها بالفعل قدم معنا مجالس ادارات هي الطنشية السياحة وصندوق دعم السياحة والغاثار وخذنا من مجالس الادارات المفقات على القاتل رقم واحد ان ننتب هذا المحتوى او ان نصور هذا المحتوى نصور هذا المحتوى وهنوتيق هذا المحتوى لكم عشان تستخدموه في التعامل مع عملائكم وتوضحوهم ان مفيش حاجة قادس اخترفت على ارض الواقع في مصر مستمتعة باجازاتهم والجواب كان فيه حتى عدد في الاسبوع كان الاسبوع اللي قبل ما نبعد الجواب كان فيه 300 الف سائح دخلوا مصر في الاسبوع اللي قبله حتى يتحدثون مستمتعة باجازاتهم كان الاسبوع كان الاسبوع انه كان من الاسبوع كان من الاسبوع كان لحد ترجمة نانسي قنقر